ترجمة نانسي قنقر أذكر أنه إنسان عنده ولد واحد يعني هو بعيد عن الدين أراد أن يكون هذا الولد في أعلى درجة أرسله إلى أمريكا وأخذ أعلى شهادة في أمريكا وكل آمانه متعلقة بهذا الولد هذا الولد أقام بأمريكا طاب له العيش منك نسي أباه وأمه واتزوج واحد أجنبية وضم على أبويه بلسانه هذا الأب فقط عقل لأنه علق كل آمانه بأمه والبطولة أيها الأب أبنك أبنك أخدمه وعلمه وأخذ يده إلى التفوق في الدنيا لكن إياك أن تعتمد عليه أقول لكم هذه الكلمة أي شيء تعتمد عليه الله يتولى بذاته العري أن يقيم ظنك قال لي واحد أنه صديق يعني صديق حميم كل من حميم كافي العلاقات بينهما تفوح حد الخيال فمرة صديق الحميم تسلم منصب رفيع تصوى رئيس وزارة على سلام فهذا الصديق نسي أباه الله صديقه صديقه رئيس وزارة في مرة وقع بمشكلة كبيرة يقسل لي بالله دخل لمكتبه ما أقول فضل عود قال له فيه قوانين وفيه أعظم ما مستعد بخالفة المجلة طبع مسحوق مكسوق قال له أنك اعتمد عليه لما بتعتمد عليه الله عز وجل بيخيمك لما بتعتمد على إنسان وقد يكون ابنك الله بيتخلى عنك فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا ألا ترى معطيا إلا الله ولا مانعا إلا الله ولا رافعا إلا الله ولا خافضا إلا الله ولا معزا إلا الله ولا مذنة إلا الله هذا الاعتمد على الله هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد إذا كان ممكن نضغط الدين كله بكلمة وحده هو التوحيد أن ترى أن يد الله تعمل وحدها أن يد الله تعمل وحدها الله عز وجل أنت بقبضه وبيده رزقك بيده من حولك بيده من فوقك بيده زوجناك بيده أولادك بيده إذنك فأنت ممكن تجهل مليون موضوعه إلا موضوع الدين إذا جهدته انتهيت بتعيش بدوامة الشرك الخفي الشرك الخفي شيء لا يحتمل أنت بتتوهم أنه الأمر بيد فلان وفلان ما بتحبه ولا بيحبك وصلت معه وما يرحمك هذا الفهم لحاله بيسبب جلطة الأمر بيد فلان بتوضيعه هو وحده إليك سارك بأعلى هزك ما بالحمق لما بتضع أملك بغير الله عز وجل حتلاقي أشياء مؤلمة جداً أشياء مقصودة من الله بحول الموضوع فيه آلاف الكساس علق أمله بفلان علق أمله بزوجته والله بعرف شخص معتني بزوجته عيناي لفوق حد الخيال طبيب هو هذا الطبيب له مشكلة ما بيطلع من البيت طبيب نسائي الوحيد الوحيد بالشام الصادين كتير ما كان في سيارات كان في عربائي ما بيطلع من البيت إلا بليرا دهب وعربائي تأخذوا فإذا كان واحد عنده مشكلة بالولادة يبيعوا الفرشة من تحتها لحتى يعطوه ليرا دهب ما بيجرم ليرا دهب متحكم منفرد منفرد الطب منفرد الطب هذا ما بيرحم هذا فربه سروة طائلة من مظاهر هذه السروة أنه عمر بناية هي الأولى في الحي بنوري باشا الأولى فأصيب بالشلال زوجته الذي يحبها حبا لا حدود له تحبلته شهر بعد الشهر فيه بالبناية قبو تحت الأرض وضعته تحت الأرض تبعت الطعام مع الصانعة مع الخادمة هذا قال له وين الخانوم؟ قال له لا يعني يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة تجي من ست سبعة ثيام مرة يبدو مرة تأخرت عليه أكثر مما ينبغي قال له وين الخانوم؟ نزدت لعنده قد تضرب قد الخانوم شبك بالخانوم؟ أكلك مواصلة؟ الله كبير والله يا أخوان أقول الله كبير لا مش معنا كبير ممكن يحيجك لخادم ممكن يحيجك لعدوك ممكن يتخلى عندك كل من حولك هناك شيء بالدين عزيب إن الله يعطي الصحة شوف الصحة والمال والجمال والقوة للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين أي السكينة أكبر عطاء إلهي صعب أعرفها تعطي ملانع عنها تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو بلقت كل شيء تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو بلقت كل شيء أي السكينة أعطاء إلهي الكبير والله عز وجل ذكر في القرآن يتنزع على قلبه السكينة سكينة طمأنينة ثقة بالله تفاؤل شعور بالحب يعني صفات السكينة صعب صعب تضغط بكل وحده والسكينة ترتاح إليها فالله عنده عطاءات كبيرة جدا إذا أعطاك السكينة تقول تلاقي ساكن ببيت صغير وعندك زوجة تحبها أو تحبه ببرة فتل بيت بدمشق يمكن ما في بيت أقل منه كشونة البيت عبارة عن غرفتين والأرض ليس بلاد اسمنت من شدة التقشف والفقر أنا دخل هذا البيت أقسم لكم بالله شعرت أن هذا البيت جنة يبدو في زوج وزوجة مؤمنين عندهم ابن جميل الصورة أنا أرخص بصاط بالحياة بصاط شرطيط وفرشة سفنج مفشي البيت أنا شعرت هذا البيت قطعاً من الجنة قطعاً من الجنة جاء إياه البيت فخم جداً ما في ودب البيت ما في محبة في شقاق زوجي هي ضد زوجة قصد من أولادها معها قصد مع أبوه كل يوم في مشكلة فهي السكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء هذه السكينة أعظم عطاء إيلاني والله صعب أشرحها صدقه أنا دلآن أنا بالدعوة أربعين سنة ما عندي إمكان أشرحها شرح مفصل إلا بالله أكبر عطاء إيلاني السكينة والله دخل واحد سجن أقسم بالله كان بجنة قال لي حفظته كتاب الله كلها ما عنده غير قرآن الكريم يقرأ ويحفظ ويبكي وتأسر يصير السجن لهو أسوأ مكان بالحياة جنة وقد يكون أذخر بجهنم فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب لكنه يعطي الآخرة لمن يحب فقط ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر